مجالي الجيم أرت من أكثر المجالات الأكثر تحدي في الديجيال أرت لكن أمتعها متطلب شغف كبير في صناعة الألعاب لأن أكثر حاجة بتشد الناس للعب هي الأرت قبل حتى ما الجيمر يعرف طريقة اللعب أنا كريم حداد جيم أرت ترك سيبربيزر و تيكنيكال أرتست لكلمات تطوير الألعاب مع التكنيوجيا معلومات وفي الفيديو ده نوضح سريعا دور 3D أرتست في مراحل إنتاج الألعاب الإلكترونية وإيه هي الطرق المختلفة في الشغل لتنفيذ تصممات اللعبة في مراحل الإنتاج في مرحلة Pre-Production كونسبت أرتست بيقوم بتحويل ورسم الأفكار اللي في GDD إلى فيجولز من الكاركترز والإنفايرومنت والبروبش وغيره ممكن يرسم أكثر من سكتش ويختار سكتش واحد يشتغل عليه أكثر ويرسم فيه حركات مختلفة للكاركترز ومش شرط يعمل تلوين وبوليشنج لكل السكتشات ممكن يكتفي بتلوين مدنى واحد وسط مشهد فيه الانفايرومنت كله كرسم سكتش عشان يوضح الباقي هيرلون إزاي البروتوتيوب فايز الـ 3D أرتست بيساعد البروغرمر في أنه يرس شكل العالم بأشكال بدائية زي مكعبات والكار وورل بيلدين بلوكينج ويوفر أي 3D مودلز عشان تستخدم كبليسولدرز حتى لو المودلز دي جاهزة من الانترنت وأنه يعمل مودلز مبدائية بشكل سريع جدا عشان يجربوا الجيم ديزاين عن ميكانيكس بشكل أساسي بغض النظر عن الشكل الجميع ممكن في المرحلة دي 3D أرتست يشتغل أكتر على البروتوتيوب عشان يطلع Vertical Slice من الجيم ويحاول الأشكال البدائية زي مكعب إلى مبنى أو نفورة أو شجرة أو غيره ويكون شكل حاجة دي الـ Final Look اللي بيكون بعد الـ Production Phase إنهاء ومن خلال Vertical Slice ممكن يحدد البوبليشر هيختار اللعبة دي ولا لا مرحلة الـ Production بتنقسم لجزئين السي الـ Art Creation فيها 3D Artists بيعمل الـ Objects والـ Assets بتكون موجودة في اللعبة زي مبنى وأعمدة النور والعربيات والـ UI وكل حاجة موجودة في اللعبة وينتقل الجزء الثاني من الإنتاج وهو الـ World Building اللي فيها بيستلم الـ Level Designer والـ Environment Artist الـ Assets اللي تنفزت في الـ Art Creation Process ويبنو بيها العالم الجيم داخل الـ Game Engine جوه مرحلة الـ Art Creation بتكون في طرق مختلفة وكتير عشان يتنفز بيها 3D Assets والطرق دي بتسمى 3D Game Art Workflows أو Pipelines بيشرف عليها ويخطط لها الـ Technical Artists وبينفزها 3D Game Artists وأهمها أربع طرق Standard Workflow Texture Atlas & Modular Workflow Color Atlas Workflow Procedural Workflow والـ Standard Workflow أشهرهم وأكثرهم استخدام واللي فيها بيستلم الـ Concept Art لـ Character مثلاً ويتنفز كـ Model Low Poly ثم النحت عليه عشان يضيف التفاصيل وتحويله لـ High Poly Model أو النحت أولاً ثم تنفيذ Low Poly Model عليه ومرحلة التحويل دي بتسمى Retopology وبعد المرحلة دي بيتفرد المودل في 2D Space وبتسمى UV Unwrapping عشان نعرف نلون عليه وندخله مرحلة التكسترينج في مرحلة التكسترينج تبدأ الباكينج وده بتكون مرحلة بتحول فيها تفاصيل الـ High Poly Model إلى صور تسمى Maps بتركب على Low Poly Models عشان تديله التفاصيل المهمة اللي تم نحتها وبنستخدم المابس دي اللي بيكون منها الـ Normal Map اللي بتضيف تفاصيل البرزة وغائرة على المودل والـ Ambient Occlusion Map اللي بتضيف الزلال الداخلية المفصلة وغيره في إننا نعمل بيها Base Color نعرف نلون عليه ونطلع بيه Final Texture الـ Workflow ممكن يوقف هنا لو المودل ده مش هيتحرك زي المباني أو الصخور على سبيل المساكل أما في تحريك الكاركتر بيحتاج يعدي بمرحلة اسمها Rigging وده بتربط المودل بـ Bones بتحركه زي عرايس الماريونيت وبعدها الـ Animator بيأخذ الـ Rigged Model ويحركه الطريقة دي من مميزاتها انها ضكاقة جدا باعتماد على High Poly Model وبتستخدم في الـ Stylized و Realistic Art Styles عيوبها انها بتاخد وقت كبير جدا ومن الجيمز المشهورة اللي مستخدمة في الـ Workflow ده Dota 2 Heroes of the Storm و Detroit Become a Human و Battlefield 1 الـ Texture Atlas و الـ Modular Workflow ولو شهرة كبيرة في الـ Environment Art بناخد الـ Concept Art نبدأ بالـ Texture واننا نجمع الـ Texture الـ Assets اللي محتاجينها على سبيل المثال لمبنى اننا بنجمع له صور للشبابيك والأبواب والحوائط وغيره في صورة واحدة مصورة من كاميرا او حتى مرسومة كـ Digital Painting بنبني 3D Model على الصورة ده من خلال Extrude في الموديلينج وهو استخراج جزء من الشكل لبرا او لجوه و الـ UV Unwrapping بالـ UV Projection هو اسقاط زوية معينة من 3D Object في الـ 2D Space عشان ياخد من الوان الصورة ويعدي على الـ Raging و الانميشن لو يتحرك الطريقة دي كويسة في الـ Large Scale Environment لانها بتكون Optimized و بتفيد الـ Assets المتكررات ومن اشهر الالعاب اللي استخدمت الطريقة دي For Honor و Assassin's Creed و Mass Effect ممكن نعرف اكتر عن الـ Workflow ده من خلال Texture Atlas على موقع Poly Count و Modular Environment على موقع Poly Count Color Palette Workflow هي اكتر طريقة Optimized اللي فيها بنبتدي بالـ Low Poly Model وبنحدد الوان الـ Assets اللي اللعبة كلها ونرصها كلها في صورة واحدة زي Color Palette وبنحط UV بتاع الـ Models على الاماكن الـ الوان المطلوبة وبعد كده الـ Raging والانميشن لو مطلوبة طريقة دي اسهلهم واسرعهم وأكتر طريقة Optimized اللي ان كل الـ Assets الوانها ممكن تكون في تيكتشر واحدة فقط علعاب كتير استخدمت النوع ده من الـ Workflow زي Totally Accurate Battle Simulator Human Fall Flat Proceed Road Minecraft الـ Procedural Workflows وهي اللي بيسموها Present Feature لان في وقتنا الحالي الطريقة دي صعبة ومعقضة والـ Tools اللي بتعمل ده بتتطور يوم بعد يوم وبيتاسم الى Modeling و Materials المودلينج يبدأ الـ Technical Artist بانه يبني generator والجنريتور هو عبارة عن أدامة وبرمجة لتنفيذ شيء معين مثل مدنى أو جبل مثلا والجنريتور بيدخله Assets Low Poly كتير زي الشبابيك والسلالم والأرضيات الحديد وحوائط بكذا شكل ويجمعها الجنريتور على شكل مدنى والجنريتور ده بيدخل جوه Game Engines زي Unity و Unreal Engine وبيكون عليه Variables لعدد الشبابيك والأبواب والأدوار والتنوع في الأشكال وغيره وفي الماتريلز ينطبق نفس الكلام على الماتريلز من حيث ان الـ Technical Artist بيعمل جنريتور بيعمل تكستير رملة أو صخر أو غيره والتيكستير ده ممكن يكون فيه نسبة أحجار صغيرة أو شقوق أو نسبة نفاتات صغيرة وسط صخور مثلا ولو فيه مياه وبيستخدم الـ Artist الـ Generator ده في انه يعدل الأرقام لحد ما يوصل لشكل مناسب له جوه الجمنج ومميزات الطريقة ده انها non-destructive وينفع تعديل عليها مستقبلا بسهولة ومن أمثلة الجيمز اللي بتستخدم الطريقة ده No Man's Sky Crash Bandicoot on the Run Spider-Man Cyberpunk 2077 Ghost Recon Wildlands لحالة بتعرف أكتر عن الـ Workflow ده شوف المصادر ده Streamline your pipeline with procedural workflows and automation Benefits of procedural materials موسيقى finanسة